أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس أن يطلبونك من طلب النبأ أن يطلبون النبأ الحق من الباطل كأنه هذه الآية تشير إلى حالتين عند الكفار والمشركين وإلى هذا اليوم مرة يستنبئونك يعني وقعوا في الشك بعضهم هذه الآيات التي نتلوها في سورة يونس عليه السلام مقاطع من التاريخ النبوي الشريف حينما كان في مكة المكرمة حالات مختلفة فترات مختلفة أسئلة وأجوبة مختلفة إشكالات متنوعة كلها تشرح في هذه السور المكية وأغلبها حول التوحيد وحول عبادة الله وحول الوحي وحول المعاد أغلبها على هذه الوتيرة منها هذه الآية يستنبئونك يعني يطلبون النبأ منك قلنا دائما أذا الفعل خلات في باب الاستفعال يعطي معنى الطلب استخراج أي طلب الخروج استفهام يعني طلب الفهم استنباء يعني طلب النبأ النبأ إما يكون صادقا أو كاذبا كل نبأ هكذا كل خبر يأتيك إما صادق وإما كاذب إما حق وإما باطل فإما هذه الآية بهذه المفردة يستنبئونك يعني يا رسول الله يطلبون منك النبأ شنو يعني يطلبون منك النبأ يطلبون منك الخبر يعني هم شاكين في أنه هل تقع يوم القيامة هل صحيح أننا ننشر ونحشر ونحاسب ونثاب ونعاقب هناك جهنم وهناك نار وهناك جنة هناك نعيم وهناك جحيم صدق هذا شاكين في الموضوع هذا تفسير التفسير الآخر يستنبئونك يعني الله يقدر يعني شاكين في قدرة الله مو في أن هذا الخبر صحيح أو مصحيح شنون يصير الله يقدر يسوي هذا الشيء فعلى كلتا الحالتين الاستفهام منهم إما لطلب الفهم وإما لعدم عقيدتهم بقدرة الله سبحانه وتعالى يقولون ما يصير الآن الآن في هذا العصر بعض الذين لا يعتقدون بالمعاد شنو يقولون يقولون احنا عندما نموت ننتهي بعد ماكو برزخ وماكو عالم الآخرة وماكو معاد ليش يستبعدون يعني يقولون ما يصير هذا خب الجواب شنو الجواب هو الله يعطي الجواب في الآيات الجواب أنه إذا أنتم تشكون في قدرة الله فالذي أحياكم ويميتكم لا يقدر أن يحييكم مرة ثانية جواب عقلاني هذا من أحياكم من العدم إلى الوجود الله سبحانه هم يعتقدون مشهكين كانوا يعتقدون بهذا الشيء فالله الذي يقدر أو قدره في السابق في الماضي أن يحيينا هو الذي قادر أن يميتنا ثم يحيينا شنو المشكلة يعني فالجواب واضح فهذا الاستنباء أي طلب النمو إلا إذا أن نقول استنباء للاستهزاء كان أصلا مو للفهم مرة واحد يستفهم مرة واحد يستهزئ على كلتا الحالتين وعلى كل الحالات التي نفسر بها هذه الكلمة الجواب واضح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك الخطاب إلى الرسول أن المشركين يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ شنو قصدهم إما شاكين وإما مستهزئين وإما يشكون في قدرة الله أحق هو هذا اللي تقوله حق قل يا رسول الله قل لهم إي وربي إنه لحق شوف القوة في التعبير أنا أعتقد بربي وهو ربي يربيني الربوبية التي دائما نركز عليها قل يا رسول الله إي وقسما بربي وربي الواوى والقسم إي وربي إنه حق ليش النهاية تتمت الآية يبين ليش وما أنتم بمعجزين يعني الله القادر على كل شيء والذي أحيانا وأخلقنا من العدم نحن ما كنا أصلا موجودين الذي يقدر على أن يخلق الإنسان من العدم هو قادر أن يبعثنا إلى الوجود مرة ثانية وأنتم لا تعجزونه يعني ما كأحد يستطيع أن يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى أنا أقرأ الآية مرة ثانية حتى يصير واضح ويستنبئونك ويستنبئونك يا رسول الله يطلبون النبأ منك إما قلنا على ثلاث حالات إما استهزاء وإما حقيقة شاكين وإما هم شاكين في قدرة الله أحق هو قل إي وربي إنه لحق تأكيد أنه حق المعاد حق ليش حق ليش الله يقدر وما أنتم بمعجزين أنتم البشر الذين لا حول لكم ولا قوة لا تستطيعون لا تستطيعون أن تعجزوا الله يعني يصيرون مانع أمام إرادة الله سبحانه وتعالى بعدين يصور الله سبحانه وتعالى من هذا الاستنباء رأسا يروح إلى مشهد من مشاهد القيامة القرآن عجيب إحنا نقدر نسميه كتاب حافل يعني مو وطيرة واحدة مو الفصل الأول الفصل الثاني الباب الأول الباب العاشر مو الشكل فد آية تحكي عن قصة في مكة يستنبؤونك حالة في مكة رأسا يصور لك القيامة رأسا يذهب إلى خلقة السماوات والأرض يعني مو وطيرة واحدة ما يخليك تتعب دائما أكو شيء جديد في الآيات التي تتلو شنو هذا المشهد العجيب ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لا افتدت به أول أشرح هذه عبارة بعدين نقرأ الآية الإنسان الذي يضطر في حياته حاضر في الإضطرار كل شيء يسوي مو يشكل مثلاً واحد جوعان في الصحراء ماكو أحد يساعده وماكو أكل في الصحراء عطشان وجوعان حاضر أن يعطي كل ما يملك في سبيل أن يحصل شربة ماء مو يشكل حتى يحصل ولو كسرة خبز حتى يسود يسود جوعه هذا طبيعة الإنسان لأجل الإبقاء في حياته ولدفع الضرر عن نفسه يقدر يسوي كل شيء مو يقدر حاضر يسوي كل شيء مستعداً يسوي كل شيء يقدم كل تضحية حتى بعض الناس مع الأسف حاضرين يعطون حتى ما يعتقدون به طبعاً إذاك إجبار بعد إجبار يعني واحد يخلي مسدس على رأس الإنسان ويقول إذا ما تشرب الخمر أنا اقتلك فهذا يضطر يسوي حتى ينقذ حياته يمكن ما فيه إشكال شرعاً يعني مو يمكن حتماً ما فيه إشكال لأن بالإضطرار ما فيه إشكال في الإكره ما فيه إشكال هسه إنت تتصور يوم القيامة الظالم الحاكم الظالم الذي ظلم الملايين وسجن الملايين وعذب الملايين وقتل الآلاف هذا يجيبوه يحطوه في المحكمة حاضر يضطي كل ما عنده حتى يدفع البلاء والعذاب عن نفسه الجواب شنو؟ الجواب أنه أنت ما تملك شيء في الآخرة أنت أيها الحاكم الظالم المتعسف الغرور أنت هناك ما عندك شيء حتى تعطيه حتى إذا كان عندك ما كان يقبل منك هذا مشهد عجيب من مشاهد القيامة وهذا حق يصير هناك نقرأ الآية ولو أن لو للإحتمال ولو أن لكل نفس ظلمت النفس الظالمة التي تحضر يوم القيامة لها يعني لكل نفس يعني تملكه ما في الأرض مو خمسين ألف دينار مو عشرة ألاف دينار كل الأرض ملك ما يملكه كل الأرض ما في الأرض من ثروات من مخازن من معادن من جواهر من أملاك من أراضي من بساتين من كل شيء ملكه حاضر لفتدت به يعني حاضر أن يعطي فدية يقول أخذوا كل اللي ما أملك من الأرض بس عيفوني من العذاب يعني العذاب عظيم عذاب مو عذاب عادي نقرأ مرة أخرى ولو أن لكل نفس ظلمت ظلمت يصير نفس يصير صفة لنفس يعني النفس التي ظلمت معنى ذلك أن العذاب للظالمين في يوم القيامة مو للجاهلين الجاهل يعفى عن القاصر يترك هناك يمتحن مرة ثانية يعفى عن لأن جاهل هذا مو مقصر أما الظالم المقصر نفس ظلمت لكل نفس ظلمت إذا لها لكل يعني تملك كل الأرض ما في الأرض ما عامة كل ما في الأرض لفتدت به يعني حاضر أن يعطي فدية يعطي غرامة هنا لو من واحد يسوي مقالة فشي يسوي له يقول ادفع غرامة هناك العذاب بشكل أنه إذا كل الأرض بيده وملكه حاضر أن يفدي يعطي بعد شي يسويون وأسروا الندامة هذه حالة أخرى من مشاهدي يوم القيامة أسروا يعني أخفوا الندامة هم الندمانين بس بعضهم هل قد مغرورين ما يظهرون الندامة يسرون الندامة المفسرين يقولون ليش يسرون لأن يخجلون قدام المظلومين يخجلون قدام الناس اللي أغروهم يستحون منهم فيسرون الندامة لما رأوا العذاب عندما يرون العذاب يسرون الندامة يخفون ولا يعلنون بعدين شي يصير رأسا وقضية بينهم بالقسط القضاء الإلهية المحكمة الإلهية عادلة لا رشوة بها لا فدية تقبل لا شفاعة تقبل إلا لمن ارتضى الشفاعة لمن ارتضى يعني الله إذا شاف هذا كفوا للعدالة للشفاعة يعطي الإذن بالشفاعة وقضية بينهم بالقسط القضاء الإلهي بالقسط ظلم ذرة من الظلم ماكو هناك يوم القيامة وهم لا يظلمون تأكيد للقسط القسط الكامل الذي لا يظلم أحد في يوم القيامة هذا جواب لبعض الإشكالات التي الآن مطروحة في أوساطنا أنه واحد قتل ألف نفر ظلما مثلا خب بعدين عندما يروح يوم القيامة يعذب خالدا لماذا؟ لأنه قتل ألف نفر بالظلم هل هذا الخلود هل هذا الخلود جزاؤه حقيقة أو أكثر من جزائه مثال آخر ما قتل ألف نفار قتل واحد يوم القيامة يقول من الذي يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا خبس هذا قتل واحد ما يصير عفو عليه لا يجري العفو عليه هل هذه من العدالة الجواب الجواب الذي يقنعك ويقنعني دائما لما أفكر في هذه الأمور ولما نقعد مع أولادنا نتكلم في هذه الأمور أقول لهم هكذا والآن أقول لكم هكذا هل الله عادل أم معادل هاي سؤال أول شيء إذا أثبتنا هذا الشيء كل المشاكل تلحل نحن من نجري يوم القيامة شنو رح يصير تفاصيلها ما نعرفها إلا من خلال الآيات القرآنية والأحاديث صحيح بل عجب كل هذه التي نقرأها كلها تقع على كل واحد مذنب وعاصي لا ممعلوم ليس من عدالة الله معنى ذلك الجواب الأوفى لحل هذه المشكلة هو أنه ما دام نحن نعتقد بأن الله عادل خلص بعد الظلم ماكو يوم القيامة هناك لمن نروح إن شاء الله نشوف أنه أكو عدالة تطبق بحذافيرها أي ظلم ما يصير هناك ما دام ماكو ظلم والله عادل فماكو مشكلة بعد هذا جواب الجواب القرآني الآخر هذا من القرآن اللي قلت أنا لأنه بالقسط وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ظلم ماكو يوم القيامة الجواب الآخر الخلود شلون نفسره الخلود يعني ما لا نهاية له في الجنة طبيعي ليش طبيعي لا لا الله يريد أن يرحم الناس يريد أن يغشر لهم يريد أن يتنعم عليهم يريد أن يعطيهم هو أرحم الراحمين هو أكرم الأكرمين ويريد يبذل فيضطيه مقام في الجنة خالد هذا من فضل الله أما الخلود في النار شا تسوي له كيف تهضمه الجواب القرآني كلمة واحدة جملة واحدة ولو ردوا لعادوا هؤلاء بشكل عنودين أنه إذا رددناهم إلى الدنيا أيضا يكررون نفس الحال فيازم يقولون هناك مثل المجرم اللي متعود على الجريمة شي سووا له يقولوا لأبد لازم تبقى في السجن إلى أن تموت ليش يخلون أبد لأن يعرفون هذه الجريمة أو هذا المجرم حالته إذا أخرجوه من السجن أيضا يرتكب جريمة أخرى بعض الناس هكذا ولو ردوا لعادوا ما دام نرجع إلى كلامنا وقضي بينهم بالقصط القصط يعني العدالة الكاملة من دون أي ذرة ظلم وهم لا يظلمون ما دام أكو عدالة فالقضايا مقبولة طيب أيضا إشارة إلى أخرى المشهد اللي ذكرناه عن يوم القيامة انتهى يجي إلى الدنيا ألا إن لله ما في السماوات والأرض أنتو تقولون الله ما يقدر يحيي الموتى هذا له كل السماوات والأرض وما فيهما ألا يعني انتبهوا أيها الناس ألا أداة الانتباه يعني طلب الانتباه ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا انتبهوا مرة أخرى إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما يريد يفكر ما يريد يعلم ما يريد يعني يجرب عقله أو يفعل عقله ما دام أن الله له ما في السماوات والأرض فهو معاجز ما دام وعده حق فحتما يوم القيامة ستحدث بدليل كيف يحييهم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون من أحيانا من العدم الله سبحانه وتعالى من يميتنا الله سبحانه وتعالى فهو قادر أن يرجعنا وإليه ترجعون هذا الدليل على حتمية يوم القيامة خب إذا هذا القرآن الذي تشكون فيه شنو القرآن أساسا هذا القرآن الذي نفتخر به ونقرأه خاصة في شهر رمضان المبارك شنو هو قد جاءكم يا أيها الناس ما يقول يا أيها المؤمنون يا أيها الناس يعني كل البشر القرآن لكل البشر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم هذا القرآن موعظة من ربكم أولا وشفاء لما في الصدور ثانيا وهدى ثالثا ورحمة للمؤمنين أربعة أشياء الله يصف القرآن بأربعة أشياء أولا الموعظة من أول القرآن إلى آخر القرآن لما نتلخص القرآن موعظة للغافلين يثير دفائن العقول كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه نحن عدنا أشياء مدفونة في عقولنا في غرائزنا في فطرتنا في عقولنا مخفية بسبب الذنوب المتراكمة صاير غبار عليها القرآن يأتي وشي سوي يوعظنا يوقظنا موعظة من ربكم هذه واحدة شفاء لما في الصدور في الصدور أكو شكوك أكو ريب أكو خلجات قلبية تؤذي الإنسان أكو أخلاق فاسدة أكو غضايا اجتماعية غير لائقة شفاء لما في الصدور القرآن وهدى هداية للذين يريدون الهداية ورحمة للمؤمنين القرآن هذا طيب الشفاء لما في الصدور فهذه الآيات التي نقرأها للشفاء هل هي صحيحة أم لا مثلا تروح عند واحد عالم يقول لك اقرأ هذه الآية سبع مرات أو سبعين مرات هذا لم صحيح للأمراض لم صحيحة بس القرآن لم ينزل لأجل شفاء الأبراض فقط شفاء لما في الصدور من الغل والحسد والأخلاق الذميمة صحيح نحن عندنا روايات كثيرة تذكر في أوائل السور في التفاسير فضائل القرآن فضائل آيات القرآن هذه صحيحة لا شك فيها مثلا الذي يريد أن يبتعد الجن والشيطان والحسد والعين عن نفسه يقرأ وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورة هذه آية آية أخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نحن دائما نقرأ هذه صباحا سبع مرات ليلا سبع مرات جين هذا لدفع الحسد لدفع العين لدفع الجن والشيطان هذا صحيح أما الشفاء لما في الصدور فد معنا أوسع ترها المجتمع الجاهلي كان مملوء بالرضائل من الخدع والكذب والغرور والظلم ووأد البنات وظلم الأيتام والحسد والحروب الطاحنة يعني في المجتمع الجاهلي غريب كان أصلا طبعا الآن جاهلية القرن العشرين صحيح أو الواحد والعشرين بعد أسوأ القرآن يشفي ما في الصدور الصدور القلوب الأرواح هذه كانت مريضة الإنسان المؤمن عندما يقرأ القرآن يشفى لأن كل هذه الرذائل تزيح عنه تروح منه وهدايا أيضا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته كل هذه الأمور من فضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها المؤمنون هذه بشارة لكم القرآن بشارة قل يا رسول الله بفضل الله وبرحمته يعني حقيقة إحنا من استاهل بس الله بفضله ورحمته أعطانا هذا القرآن هذه التحفة السماوية الخالدة فبذلك فليفرحوا هذا دليل فرحنا هو خير مما يجمعون هذه الآية إلى أيضا تأويل لا بس أن أقرأ هذا التأويل لأنه يناسب عقائدنا نحن بالنسبة إلى أئمتنا سلام الله عليهم في أمال الصدوق رحمه الله أمالي جمع إملاء كان يملي ويكتب الإملاء يسموه أمالي في أمال الصدوق وكتاب صاير رحمه الله بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله حديث طويل وفيه يقول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام صلوات الله عليه الرسول يقول لأمير المؤمن والناس قاعدين يكتبون هذا الشيء والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك طيب إذا واحد يقول هذا الشيء هذا غلو أو هذه مبالغة لا ليش لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله في يوم الغدير نصب علي صلوات الله عليه بالإمارة والإمامة صح أو لا إذا واحد ينكر هذا الشيء مرة ينكر عنادا هذا ينكر رسول الله مرة ينكر جهلا إذا كنبحث آخر دائما نقول الجاهل وقسمان إما مقصر وإما قاصر قاصر ما على نبي الله يعفو عننا إن شاء الله ما يدري وكثيرون من الذين ينكرون ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ينكر الأغلبية ما يمكن حتما الأغلبية هؤلاء قاصرون ما يدرون أما الذي علم وأنكر فقد أنكر رسول الله ما آمن بي من أنكرك ولا أقر بي من جحدك جحدك يعني شنو أصلا جحدك يعني علم وأنكر الجحود هذا معناته وإلا الإنكار الفوري هذا مجحود الجحود الذي يعلم وينكر هذه سموه جحود ولا أقر بي من جحدك ولا آمن بي من كفر بك وإن فضلك لمن فضلي الرسول يقول فضلك يا علي من فضلي وإن فضلي لفضل الله عز وجل وهو قول ربي عز وجل فبفضل الله هذه الآل اللي قرأناها فبفضل الله يعني نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه بفضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب هذا التفسير وتأويل للآية التي قرأناها فبذلك مقرأنا هذه الآية فبذلك يعني بالنبوة والولاية فليفرحوا يا شيعة علي بن أبي طالب فليفرحوا نحن لازم نفرح ونشكر الله سبحانه وتعالى أننا قبلنا ولاية علي بن أبي طالب بأمر الرسول بل بأمر الله سبحانه وتعالى فليفرحوا يعني الشيعة هو خير مما يجمعون يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا الآن الشيعة في كثير من المناطق مضطهدون ولكن عندهم شيء أغلى من كل شيء وهو العقيدة والولاية بنبوة محمد وإمامة علي عليهم السلام أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة عجيب ضمان من الرسول أن يضمن لنا الجنة بشار ستة أشياء شوية صعبة بس ممكن أن تواحد يطبقها اضمنوا لي ستا مو سبعة ستة أشياء من أنفسكم يعني من عملكم الرسول يقول أضمنوا لكم الجنة طبعا بعد الإيمان بالله والنبوة والمعادة ذلك عقائد سنجد الأعمال أولا اصدقوا إذا حدثتم كذبة واحدة تفسد كل العمل إذا تريد تحدث تتكلم كن صادق هاي واحد ثانيا وأوفوا إذا وعدتم هذه هواء مهمة في مجتمعاتنا الوفاء بالوعد حتى في الأشياء الصغيرة أنا أخلي وياك موعد أن أكون ساعة ثمانية في بيتك هذا موعد بعد وعد هذا خاصة في الأمور المهمة وخالف الوعد هذا مشكلة فكيف بالوعود المهمة وأوفوا إذا وعدتم ثالثا وأدوا إذا أتمنتم واحد مخلي عندي أمانة ما حدا يدري بي مات الوراء فأجوا ما يدرون أصلا هالأمانة عندي أنا لازم أكون أمين لهذه الأمانة رابعا واحفظوا فروجكم قضية الجنس يعني أن الإنسان يحافظ على الحالة المحرمة من الأمور الجنسية اللي معروفة بعد خامسا وغضوا أبصاركم غضوا أبصاركم عن المحرم يعني شنو يعني امرأة غير محرم علي لا أباوعها أنتو الشباب لما ترحون للسوق لتباوعوا للنساء السبكشفات موجودة أنتو لتباوع غضوا أبصاركم هذه وحدة غضوا أبصاركم عن الحسد أيضا يعني واحد يشوف النعمة لأخيه بيته كبير عظيم سيارة حلوة يراكبها لتباوع ليش لأن لما واحد يباوع يمكن يتجي يجي الحسد أيضا غضوا أبصاركم السادس وكفوا أيديكم اليد هي التي تعمل بالأخذ والعطاء والربا والأخذ والمعاملة في السوق كل باليد بعد أو الظلم باليد يصير وكفوا أيديكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن لنا الجنة إذا أحن سوانا هاي الأمور الستة اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر ترجمة نانسي قنقر